الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعطاء الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة أشهر لكل من يتقدم لها دون تحديد أرقام معربا عن تمنياته ببذل كل الجهود المطلوبة مع المستثمرين لتنفيذ هذا الالتزام وخلال كلمته في افتتاح الملطقة والمعرض الدولي الأول للصناعة شدد الرئيس السيسي على الرغبة في تدليل جميع العقبات أمام قطاع الصناعة مؤكدا أهمية دعم العمالة بالقطاع الخاص بكل السبل الممكنة هذا وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تحقيق كافة أشكال الاستقرار ومن بينها الاستقرار في أسعار الطاقة والتي تدخلت الدولة لدعمها وأضف الرئيس السيسي أن التحديات والأزمات تولد فرصا عظيمة وأن توطين الصناعة يضمن استمرارية المنتجات وعدم تأثيرها بالتحديات أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة للرئيس الكيني لفوزه مؤخرا بالانتخابات الرئاسية الكينية متمنيا له كل التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار وأكد الرئيس السيسي على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقاتها كينيا والأهمية التي يوليها التنصيق والتشاور مع شقيقه الرئيس الكيني بشأن القضايا الإفريقية لما يتمتع به البلدان من دور إقليمي هام في صون السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية كما تناول الاتصال تباحث بشأن تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار الأليات المتبعة لمراقبة الأسواق مشددا على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبلغة في الأسعار والمضاربة أو الاحتكار وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وخلال ترأسه الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين أكلف مدبولي جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبلغة في الأسعار والمضاربة من خلال الخط الساخن للجهاز وأشار مدبولي إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين وأشار مدبولي إلى أن الدولة برغم الظروف العالمية مستمرة في بذل جهود واسعة لتوفير السلع وطرح مبادرات مجتمعية متعددة وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لمساندة المواطنين عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا حول أولويات الانفاق الحكومية وذلك ضمن سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة الطيرات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنية وخلال مشاركته بالصالون قال نائب محافظ المنوفية عضو مجلس أمانة تنصيق شباب الأحزاب والسياسيين محمد موسى إن المشروعات القومية التي حافظت على استمرار الحياة خلال الأزمة العالمية الناتجة عن أجائحة كورونا والغلق العام والأزمة الأوكرانية موضحا أن المشروعات القومية وفرت العديد من فرص العمل فقللت معدلات البطالة قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي إن تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود يتطلب ردا دوليا قويا من الأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين واتهم زلنيسكي روسيا بمحاولة إحداث مجاعة مصطنعة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أسيا وأشر الرئيس الأوكراني إلى أن إمدادات الكهرباء في أوكرانيا تتعافى بعد الهجمات الروسية على محطات الطاقة قالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في المفاوضية الأوروبية نبيلا مصرالي إن التكتل يدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد أن أعلنت موسكو انسحابها منه وأضفت أيضا نبيلا مصرالي أنه يتعين على جميع الأطراف الامتناع عن أي إجراء أحادي من شأنه أن يعضر مبادرات حبوب البحر الأسود للخطر لفتة إلى أنه جهد إنساني مهم له تأثير إيجابي بوضوح على الحصول على الغذاء بالنسبة لملايين البشر في أنحاء العالم حقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه فالينيسيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثانية عشر من الدور الإسبانية سجل هدف برشلونة والمباراة الوحيد اللاعب روبرت ليفاندوويسكي في الدقيقة الثالثة والتسعين والفوز رفع رصيد برشلونة إلى 31 نقطة ليتصدر الدور مؤقتا بفارق الأهداف عن ريال مدريد والذي سيخوض مواجهة الجولة الثانية عشر أمام جيرونة بينما تجمد رصيد فالينيسيا عند النقطة الخمسة عشر في المركز العشر انتهى مجزء الثامنة وعودة الاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل